الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة دورة الاستراكية لسنة 2022 الامتحانين طريق اليوم الجمعة 15 يونيو وسينتهي ان شاء الله يوم الاثنين المقبل بينما الامتحان الجهوي تم اجراؤه اليومين الماضيين هذا الامتحان يجرى على سعيد الاقليم بسبعة مراكز بالإضافة إلى مركز خاص بالسجن المحلي عين علي موما بمدينة سطات يجداز هذا الامتحان حوالي 1700 مترشح متمدرس بالإضافة إلى 1500 مترشح حر كما العادة تمت جميع إجراءات الإعداد المادي والطربوي لمركز الإجراء وتعبئة الموارد البشرية اللازمة لإجراء هذه الامتحانات في أجواء مناسبة في احترامين تام لدفتر مساطير إجراء انتحانات البكالوريا بداية الأسبوع المقبل إن شاء الله سننطرق في عملية تصحيح إنجازات التلميذات والتلاميذ على أساس أنه المدولات والإعلان عن النتائج ستكون إن شاء الله في نهاية الأسبوع المقبل نتمنى كامل التوفيق للمترشحات والمترشحين في هذا الامتحان إن شاء الله السلام عليكم معكم عبد العزيز كابوري رئيس مركز الامتحانات البكالوريا الدورة السيدراكية تنوية إهلية سيد الحجاج اليوم 15 يوليوز 2022 يوم طلاق الدورة السيدراكية الامتحانات الوطنية الخاصة بسنة الثانية بكالوريا المسالك المشاركة في هذه الدورة مسلك الأداب مسلك العلم الإنسانية مسلك علم حياة والأرض ومسلك العلم فيزيائية إذن بالنسبة لعدد المشاركين ومترشحين هما 156 موزعين على جوج التنويات يعني تنوي تأهلية سيد الحجاج وكذلك تنويات أولاد فرس تأهلية الامتحانية مور في أجواء جد عادية جيدة إعداد جيد بهذه المناسبة أتقدم بالشكر إلى الإخوة في المدير الإقليمي ولا أسمهم سيد المدير الإقليمي المجهودات التي يبدلوها من أجل إنجاح هذه الدورة وكذلك أتقدم بالشكر جزيل للفريق الترباوي والفريق الإداري الذي يصهر لتنفيذ وإجراء الامتحان ولا ننسى كذلك الشكر لجمعية الأباء التي تساهم في هذا الامتحان وفي الأخير أتمنى لأبنائنا التوفيق والنجاح وشكرا الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة